الخير ريضا ميزة الخير مشاهدين أجواء دائما رابعية نوعا ما رهي تميز أغلب ولايات الوطن نهار اليوم حتى الأيام القليلة المقبلة في ذل تمركز مرتفع قوي للضغط الجوي خلي دائما الوضعية الجوية تبقى دائما مستقرة بالإضافة إلى كل ذلك درجات الحراية الأخرى تشهد ارتفاع محسوس وغير فصلي على المناطق الشمالية خاصة الغربية والوسطى نتابعوا مع بعض التفاصيل ونشوفوا خارط التوزيع التساقط أو خارط الكتل الهوائي بداية من يوم غدا ثلاثة إلى غاية يوم الخميس كذلك بالنسبة لفترة الصابحة وحتى الفترة الليلية مشاهدين اللحظوا اللون الأصفر والبرتوقالي يحيكون حاضر إن شاء الله خلال فترة الصابحة وحتى الفترة الليلية وعليه كذلك حنشهد ارتفاع نوعا ما محسوس في درجات الحرارة الدنيا رح تكون إن شاء الله ما بين 10 إلى غاية 15 درجة على المناطق السحلية للبلاد على عكس المناطق الداخلية تبقى دايما تحافظ على درجات حرارة فصلية يعني الأجواء تبقى دايما باردة ما بين حوالي 4 درجات إلى 10 درجات أقول على أغلب المناطق الداخلية فيما يخص جنوب البلاد كذلك يعني أجواء نوعا ما فصلية درجة حرارة فصلية رح تكون من خلال فترة الصابحة وحتى الفترة الليلية ما بين درجتين إلى غاية 10 درجات فقط أما عن الظاهرة مشاهدين هنا الاستثناء وتكون درجة حرارة غير عادية غير فصلية إلى غاية يوم الخامسة يعني تستمر إلى درجة حرارة المرتفعة نسبيا يعني تكون أجواء الدافئة درجة حرارة نوعا ما تكون نقدر نقول لها ربعية سنسجلوها عبر المختلف المناطق خاصة الغربية والوسطى ما بين 20 إلى غاية 26 درجة ويمكن أن تصل إلى غاية 29 درجة خاصة لمدينة تلمسان مع أسكر ريزان شلوف سديبل عباس سعيدة تيارة يعني أجواء نوعا ما نقدر نقول لها حرارة نسبيا بالنسبة للمناطق الشرقية إن شاء الله خلال الظاهرة رح تكون ما بين حوالي 15 إلى غاية 20 درجة جنوب البلاد ما بين 20 إلى غاية 29 درجة إن شاء الله الآن مشاهدين نحن نشوف فيما يخص تفسير هذه الوضعية الجوية إلى ماذا يعود هذا الاستقرار وكذلك الارتفاع في درجات الحرارة نلاحظوا فيما يخص حسب خلال الضغط الجوي التوقعات الطويلة المدى بداية من يوم الثلاثة إلى غاية يوم الخميس الخمسة وعشرين من شهر جونفي إن شاء الله مشاهدين نلاحظوا هذا الاستقرار راجع إلى تمركز مرتفع قوي للضغط الجوية ومس جل دول حوض البحر الأبيض المتوسط ما فيها الجزائر هذا الاستقرار أو هذا المرتفع للضغط الجوي يخلي دي من وضعية الجوية قادمة مستقرة مع درجة حرارة تكون مرتفعة وعنما بكثير عن معادلها الفصل كما في فصل الشيتاء مجاهدين لكن إن شاء الله يوم الجمعة وحتى يوم السبت بحول الله رح يدخل ويتسرب منخفض ضعيف النشاط إلى المناطق الشمالية رح يكون محمل ببعض الأمطار المتفرقة على فترات رح نسجل على أغلب المناطق الشمالية للبلاد وهذا يومي الجمعة والسبت المقبل ليعود من جديد كما نلاحظه يوم الأحد يعني يعود من جديد المرتفع للضغط الجوي الذي يعتبر هذا المرتفع كحاجز أو منع قوي يمنع تسرب المنخفضات القوية والنشطة المتواجدة بشمال وحتى غرب أوروبا نلاحظ فيها إثرابات قوية متواجدة هناك لكن للأسف هذا المرتفع للضغط الجوي يعتبر كحاجز أو مانع لدخول تلك المنخفضات النشطة نأمل إن شاء الله مشاهدين أنها تتغير الوضعية الجوية ما علينا فقط سوى الدعاء لله سبحانه وتعالى أن يغثنا غيفا نافعا خلال أيام القليلة المقبلة وتغير هذه النماذج تكون الأمطار حاضرة ببلادنا كوننا في فصل الشيطة مشاهدين الأمر إلى حالة البحر نتعرف مع بعض عن حالة البحر المرتقبة بداية من يوم غد ثلاثة إلى غاية يوم الخميس بحر نوعا ما هادئ إلى قليل اضطراب على طول شريط السحلي معرية تروح سرعة تماما بين حوالي 30 إلى غاية 50 كلمة في الساعة رؤية راح تكون متوسطة اتجاه الموجة شمالية غربية تماما وهذا على طول الشريط الساهل مشاهدين استقرار في مراكز الضغط الجوي استقرار في الوضعية الجوية مع تسجيل درجة حرارة مرتفعة نسبيا بالنسبة لفترة الصابحة وفترة ليلية وحتى خلال الظاهرة يعني الاستثناء خلال الظاهرة يمكن أن تلامس عتبة 29 درجة خاصة من المناطق الغربية والوسطى للبلاد بهذا مشاهدين أسلطي ورقة تحول التقصي العودة إلى رضا الاستكمال بقية الأخبار شكرا جزيلا لك حزيبك روش على هذه